أبدأ معك بآخر حاجة أنا قلتها يمكن في الإنترو موضوع يعني الاستراد أو حضر الاستراد الفوانيس من الصيني يمكن دي حاجة ما هيش جديدة ولكن هي يعني حاجة احنا عارفين لكن ازاي بتقدر انه هذا الاستراد يشجع المنتج المصري وازاي بيعود بإفادة على المجتمع المصري هي طبعا أول حاجة هي يعني حظر الاستراد مش للسنة دي بس لأ ده بقالها حوالي دي رابع سنة على التوالي علشان كيف يقولون ايه مش حاجة جديدة احنا عرفينها يعني اه تمام دي عملت حاجة في الاول كان كل المستوردين معتمدين على الاستراد اه بعد شوية ابتدت كل حد كان قائم على الصناعة دي ابتدى يشوف فكرة او يشوف حل هيعالج المشكلة بتاعته ازاي فابتدت تطور بتاع الشكل الفانوس ابتدت الافكار تبقى كتير كل واحد بيدور هيحل المشكلة ازاي ابتدنا نشوف ازاي ندخل رمضان اللي كان متعارف عليه باشكال سابتة من زمان اللي هو الفانوس الصاج والاشكالها حتى رغم ان هي كتير لكن كان الفكرة بتاعت الفانوس الصاج كانت يعني مقتصرة على كده وبعدين الاستراد كان يعني بناخد الافكار المصرية وبنصنعها برا دلوقتي بقت الادكوريشن بتاع الرمضان ما بقاش مقتصر على الفانوس بس لا ده بقى مقتصر على يعني اشكال كتير وافكار حلوة قوي وكل سنة بقى حد يطلع فكرة جديدة مرة فانوس خشب مرة فانوس المعدن مرة الفانوس باشكالها بقى يعني فيه مثلا كان فيه شكل فانوس السنة اللي فاتت ده كان تقريبا تريند كان مقصر الدنيا ده كان مصري مية في المية عبارة عن اكريلك كده واشكال الخشب وجواه فيه شخصية معينة عارفا ده كان تريند فعلا ده كان تريند صحيح كده اعتقد دي السنة دي هتبقى تريند هي كل سنة بيطلع تريند كده وبتبقى الناس بتجهز له مش من النهاردة بس يعني يعني ممكن يوصل الجمهور النهاردة لكن فيه ناس بتشتغل من 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 آخر السنة للسنة اللي جاتت عالي السؤال هنا بقى مهم جيدا الفانوس دي سلعة موسمية يعني زي ما هيك قلت احنا منجهز من السنة اللي فاتت للسنة دي والكلام ده كله هل احنا حجم تصنعنا بس للسوق المحلي بتاعنا ولا احنا كمان بنصنع وبقينا بنصدر بص يا فانوم يعني اهدي لحضراتك حاجة السنة دي حجم التصدير بتاع شغل رمضان اللي هو شغل رمضان بقى مش الفانوس بس لا الفانوس ماشي الخيمية الدكراشل كله بقى الــstairs الـ excluded الـ الـ حاجات اللي هي بقت بتدي روح في رمضان بقى بعدين فيه ماتش بقى بيكون موجود اه الاضاقة بشكل معين اه الحاجات دي بقى تتصنع كمان في مصر يعني بقت كمان لو بتبصي هتلاقي الأشكال الإضاءة بتاعة الفوانيس كل ده بقى يتصنع في مصر وبقى لي ناس بتشتغل عليه وطول السنة تقريبا هو بيعمل في هذا المجال فده معناه ان ده بقى تصناعة وكل سنة بتتطور عن السنة اللي بعدها